السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر آداب وإنسانيات الوحدة الأولى الدرس الثاني بعنوان المتتاليات الحسابية الجزء الثالث أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية استعمال الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية في حل مسائل حياتية سنتذكر معا بعض المعلومات التي درسناها سابقا تعلمنا سابقا أن المتتالية الحسابية هي متتالية يكون الفرق بين كل حدين متتاليين فرقا ثابتا ويمكن كتابة المتتالية الحسابية بالصيغة الارتدادية الصيغة الارتدادية للمتتالية الحسابية هي A1 معلوماً وAN equals AN-1 plus D A1 هو الحد الأول AN هو الحد N في المتتالية AN-1 هو الحد السابق في المتتالية D الفرق الثابت يمكن كتابة المتتالية الحسابية أيضاً بصيغة أخرى وهي الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية هي AN equals A1 plus N-1 times D حيث أن A1 هو الحد الأول من المتتالية D الفرق الثابت N رتبة الحد AN الحد N في المتتالية تعريف تعريف تعبر الصيغة الصريحة عن الحد N من المتتالية بدلالة N الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية هي AN equals A1 plus N-1 times D A1 الحد الأول AN الحد N في المتتالية D الفرق الثابت N رتبة الحد مثال 3 صفحة 16 تطبيق الصيغة الصريحة الفرع A يبين الجدول التالي تكلفة استئجار دراجة هوائية كيف يمكنك التعبير عن تكلفة الاستئجار باستعمال الصيغة الصريحة حدد المطلوب كيف يمكنك التعبير عن تكلفة الاستئجار باستعمال الصيغة الصريحة؟ نحتاج لكتابة الصيغة الصريحة A1 وهو الحد الأول وD وهو الفرق الثابت A1 هو 26 حيث أن عدد أيام الاستئجار تمثل N وهو رتبة الحد وتكلفة الاستئجار تمثل A-N وهو قيمة الحد فعندما يكون عدد الأيام 1 أي N equals 1 تكون تكلفة الاستئجار 26 أي أن A1 equals 26 بالنسبة للفرق الثابت D فعلينا إيجاد الفرق بين كل حدين متتاليين الفرق بين الحد الأول والثاني أي بين 26 و38 هو 12 38 minus 26 equals 12 وبين الحد الثاني والحد الثالث يكون الفرق هو 12 أيضا الفرق بين الحد الثالث والحد الرابع هو 12 أي أن الفرق ثابتا بين كل حدين متتاليين إذن قيمة D equals 12 لماذا يعد استعمال الصيغة الصريحة في إنشاء متتالية حسابية أكثر فائدة من استعمال الصيغة الارتدادية؟ عندما تحسب قيمة ما باستعمال الصيغة الارتدادية يجب أن تحسب كل قيم المتتالية حتى تصل إلى القيمة المطلوب إيجادها أما عند استعمال الصيغة الصريحة يكفي حساب القيمة المطلوب إيجادها لإيجاد تكلفة الاستئجار لمدة N يوما أكتب صيغة صريحة للحد N من المتتالية وجدنا قيمة A1 وهي تساوي 26 وقيمة الفرق الثابت D equals 12 الصيغة الصريحة AN equals A1 plus N minus 1 times D عود بدلا عن D ب12 وعود بدلا عن A1 ب26 AN equals 26 plus N minus 1 times 12 باستخدام خاصية التوزيع AN equals 26 plus 12 N minus 12 بسط AN equals 14 حيث أن 26 minus 12 equals 14 plus 12 N AN equals 14 plus 12 N هي الصيغة الصريحة للحد N من المتتالية تُعطي الصيغة الصريحة AN equals 14 plus 12 N تكلفة الاستئجار لمدة N من الأيام الفرع B ما تكلفة استئجار دراجة هوائية لمدة عشرة أيام استعمل الصيغة الصريحة لإيجاد الحد العاشر في المتتالية ما معنى العاشر؟ أحسنت ذلك يعني أن N equals 10 والمطلوب إيجاد قيمة الحد العاشر A10 الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية AN equals 14 plus 12 N نعوض عن NB 10 14 plus 12 times 10 قيمة الحد العاشر A10 equals 134 الحد العاشر في المتتالية يساوي 134 بالتالي تكلفة استئجار دراجة لمدة عشرة أيام تساوي 134 قطر الريال الفرع C ما العلاقة بين الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية والدالة الخطية؟ توضح الصيغة AN equals 14 plus 12 N أن التكلفة AN دالة لعدد الأيام N التي يتم فيها استئجار الدراجة يمكنك كتابة المسألة في صورة دالة خطية أو في صورة معادلة بصيغة الميل والمقطع Y equals 12X plus 14 يمثل الفرق الثابت 12 ميل التمثيل البياني من خلال التمثيل البياني X تمثل عدد الأيام Y تمثل التكلفة نقوم بتمثيل F of X تساوي 12X plus 14 من خلال تعيين الأزواج المرتبة في الجدول نبدأ بـ 126 238 350 462 قلنا سابقا بأن المجال للمتتالية الحسابية هي الأعداد الطبيعية 12345 لذلك فإن المجال منفصل وبالتالي لا يمكن أن نصل بين النقاط بخط متصل سنصل بين النقاط بخط متقطع لأن المجال منفصل لماذا القيمة الابتدائية في المتتالية والمقطع Y في الدالة الخطية المكافئة ليسا متساويين تتناظر القيمة الابتدائية للمتتالية مع قيمة الدالة الخطية المكافئة عندما X equals 1 المقطع Y هو قيمة الدالة الخطية عندما X equals 0 خطأ شائع قد تظن أن قيمة الحد الأول للمتتالية تساوي قيمة المقطع Y في التمثيل البياني للدالة الخطية المكافئة لكن لن يكون كذلك إلا إذا كانت رتبة الحد الأول أي X equals 0 حاول أن تحل صفحة 16 تكلفة استئجار دراجة نارية 112 قطر ريال يضاف إليها 8 قطر ريال عن كل يوم أكتب صيغة صريحة لتكلفة الاستئجار لمدة N من الأيام ما تكلفة استئجار الدراجة لمدة 8 أيام أوقف عزيز الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكرا لك على المحاولة A1 equals 112 وهي تكلفة استئجار الدراجة النارية لليوم الأول الفرق الثابت D equals 8 بعد اليوم الأول الزيادة في التكلفة عن كل يوم بمقدار 8 بكتابة الصيغة الصريحة AN equals A1 plus N minus 1 في D نعوض عن D ب 8 ونعوض عن A1 ب 112 AN equals 112 plus N minus 1 times 8 بستخدام خاصية التوزيع AN equals 112 plus 8N minus 8 بسط AN equals 104 112 minus 8 equals 104 plus 8N نعوض عن N ب 8 وهو عدد أيام استئجار الدراجة لمدة ثمن أيام A8 equals 104 plus 8 times 8 إذن A8 equals 168 الحد الثامن في المتتالية يساوي 168 بالتالي تكلفة استئجار دراجة لبدت 8 أيام تساوي 168 قطر ريالز إلى هنا نصل أعزائنا الطلاب إلى نهاية هذا العرض شكراً لكم على الانتباه وحسن الاستماع وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات شكراً لكم على الانتباه